الكلام اللي راح تسمعونا في فيديو اليوم نقدر نسميه توقعات او احداث تم التخطيط لها بشكل جيد او ممكن نقول تنجيم وتم استخدام السحر والشعوذة لمعرفة المستقبل ولكن كلنا نعرف انه لا يعلم الغيب الا الله وانه كذب المنجمون ولو صدقوا بس الغريب والعجيب انه اكو هواي توقعات تتحقق كل سنة وبما انه احنا حاليا لبنهاية سنة 2022 ومقبلين على بداية سنة 2023 فراح اذكر لكم في فيديو اليوم اهم التوقعات لسنة 2023 واللي توقعتها العرافة البلغارية العمياء بابو فانجي سلام عليكم اصدقائي وحياكم الله في فيديو جديد اذا والمر اشترك لا تنسى تضغط على زر الاشتراك حتى تكون واحد مننا اصدقائي وكالعادة كل واحد يجهز مشروبه المفضلة ووكلته المفضلة وخلي نبلش بالبداية لازم تعرفون انه بابو فانجي ما يتصار لها 25 سنة تقريبا ولكنها قبل لا تموت توقعت احداث راح تصير بالعالم لحد سنة 5079 تتوقع بابو فانجي انه بسنة 2023 الدول الكبرى راح تستخدم اسلحة بيولوجية وهذا الشي معناه قيام حرب عالمية ثالثة والعجيب انه هذه النبوءة وكأنها بدت تتحقق خاصة مع استمرار الحرب الروسية الاوكرانية واللي بدت يوم 24 فبراير واللي من خلالها فعلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر من استخدام الاسلحة النووية لهذا السبب اكو تخوف كبير من تحقق هذه النبوءة خاصة انه الاوضاع متوتراء وماكو اتفاق للسلام لحد الان وكذلك بابو فانجي تنبئت انه اكو الاف الاشخاص راح يموتون بسبب انه اكو دولة كبيرة راح تبدي باجراء ابحاث على اسلحة بيولوجية على البشر ولكن مع ذلك لحد الان اتفاقية الاسلحة البيولوجية للامم المتحدة حاضرة هذا النوع من التجارب تسونامي الشمس يضرب الارض شنو هذا التسونامي الشمس يا عبدالخالق العرافة العام يا بابو فانجي توقعت انه الارض راح تتعرض لعاصفة شمسية او تسونامي الشمس وهذا التسونامي راح يسبب اضرار جدا كبيرة بالدرع المغناطيسي للكوكب وكذلك هاي العواصفة الشمسية اللي تنبأت بها بابو فانجي راح تسبب حدوث انقطاع كبير بالتيار الكهربائي وانقطاع بالاتصالات وهالشي راح يتسبب بعدد كبير من المشاكل بكل العالم العواصفة الشمسية تصير لما يتم اطلاق انفجار للطاقة من الشمس وهالشي راح يؤدي لارسال شحنات كهربائية وكذلك مجالات مغناطيسية واشعاع راح يندفع نحو الارض والعلماء يقولون انه هذا الشي اذا صار فهاي راح تكون اللحظة اللي نرجع بها للعصور المظلمة يعني بين قوسيا راح ينقطع التيار الكهربائي بالكامل والارض فعلا تصبح مظلمة تماما وما بيها ايضا هجوم اجنبي على الكوكب يقتل ملايين البشر توقعت العرافة البلغارية العمياء انه راح يصير هجوم على كوكب الارض وهذا الهجوم الاجنبي راح يصير لما يضغط العالم كله بالظلام وراح يؤدي لقتل ملايين البشر زي اللحظة يا عبدالخالق شنو يعني الهجوم الاجنبي حسب العلماء اللي مهتمين بالاشياء اللي تقولها بابو فانقي ذول العلماء قالوا انه التفسير الوحيد لكلامها هو هذا الهجوم الاجنبي معناته هجوم كائنات فضائية على كوكب الارض وكذلك استشهدوا بانه الدليل على وجود الكائنات الفضائية حتى لو احنا ما شايفينهم لحد الان الا انهم موجودين والسبب انه حتى برموز الحضارات القديمة موجودة اثار للفضائين مثل السفن الفضائية والمكوكات وغيرها اضافة لذلك انه اكو بعض المقاطع اللي منتشرة على الانترنت واللي تظهر وجود بعض المركبات الفضائية اللي تم لمحها ومشاهدتها بالصدفة خلي اشوفكم بعض هذا المقاطع اللي ظهرت بها سفن فضائية اشتركوا في القناة انتو بعد شفتوا المقاطع حكموا عليها بانفسكم اذا كانت حقيقية او مفبركة لاني بكل صراحة ما اقدر اجزم واقلكم انه هاي مئة بالمئة حقيقة ولكن هذا اللي انتشر بين الناس بكل العالم ولادة البشر في المختبرات ذكرة العرافة العمية بابا وفانقي انه البشر راح تتم ولادتهم داخل المختبرات شنو معنى هذا الكلام يا عبدالخالق معناتها انه مو الام تروح لهذا المختبر حتى هناك تنجيب ولدها او طفلها لا راح تتم ولادة البشر داخل المختبر نفسه وهذا الشي معناه انه الاب والام راح يقدرون يحددون الصفات الدقيقة لطفلهم مثلا يحددون لون البشرة مالته ولون عيونه ولون شعره يعني يتحكمون بكل التفاصيل اللي يردونها بالطفل وهذا التحكم بعمليات الولادة راح يتم عن طريق العلماء يعني يجي الاب والام فقط حتى يحددون ويختارون الصفات اللي يردونها بطفلهم والعلماء هم اللي يتحكمون بهذا الموضوع وتقول بابا فانقي انه هذا التوقع المخيف راح يصير لما المسؤولين الحكوميين يضغطون عن ناس حتى يتم انتاج البشر داخل المختبرات ويمنعون الولادات الطبيعية قد ما يقدرون وكذلك تقول النبوة انه القادة والحكام هم اللي راح يحددون جنس الطفل والاب والام هم اللي يختارون الصفات اللي موجودة به صراحة هذا واحد من اغرب التوقعات اللي سمعتها بحياتي وهي ايضا تعتبر من اغرب التوقعات اللي قالتها بابا فانقي اكو شوية شكوك وبعضكم قاعد يشكك وشلون راح يصير هذا الشي وهل يا ترى هذا الشي ممكن اني مثلي مثلكم هم تتوقعت ان هذا الحكب صراحة مجرد خرط وما الى اي واقع واصلا ماكو الى اي اساس من الصحة يعني مستحيل يكون صحيح ومستحيل يصير ولكن بعد ما شفت هذا الفيديو ستقولوني بديته شك شوية شنو هذا الفيديو يا عبدالخالق شوفو تحول مدار الارض قالت بابا فانقي انه مدار الارض راح يتغير بسنة ال 2023 هذا التغير راح يؤدي لتغييرات كارثية بالكوكب لان كوكب الارض متوازن واي تعديل او تغيير بسيط بتوازنة ممكن يؤدي الى عواقب غير مرغوب بيهم مدمرة للمناخ والطبيعة وكذلك مناسب المياه اللي على الارض راح تتغير بشكل خطير فاذا تحركت الارض واقتربت من الشمس كوكبنا راح يجي اشعاع اكثر من اللازم وهالشي راح يؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة وهالشي معنات هي ذوبان الانهر الجليدية فمستويات سطح البحر راح ترتفع وراح تصير حالة طوارع عالمية لمحاولة معالجة هذا التغير اما اذا صار العكس تماما يعني اذا كوكب الارض ابتعد عن الشمس فهنانا كلنا راح نعيش بالعصر الجليدي وكذلك كوكب الارض راح تمر عليه ساعات طويلة من الظلام لين بالنتيجة ابتعدنا عن الشمس فاكيد راح يقل الضوء وهالشي كذلك راح يتسبب تغييرات كارثية على كوكب الارض شوفوا سبحان الله تغيير بسيط لليمين او اليسار او خلي نقول الاقتراب من الشمس او الابتعاد عنها راح يؤدي لتدمير الحياة بالكامل فعلا سبحان الله اللي وازن الارض ووازن الشمس والكواكب واللي يخلانا عايشين بسلام وامان داخل هذا الكوكب بالرغم انه متحرك مثابت ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى احنا ما نشعر بهذا الشيء طبعا جماعة الارض المسطحة هذا الكلام مو الكم يعني طبقوا على صفحة مثل ما قلت يا اخوان بابو فانجل قبل لا تموت توقعت احداث العالم لحد سنة 5079 يعني سنة العشرين والواحد وعشرين وعشرين منها لحد سنة 5079 هي متوقعة احداث واللي تقول انه هاي السنة اللي هي 5079 هي نفس السنة اللي راح ينتهي بها العالم هس يا اصدقاء راح انطيكم نسبة متأكد راح تصدمكم مثل ما صدمتني وهي انه نسبة نجاح توقعات العرافة العمياء بابو فانجل لحد الان هي 85 بالمئة يعني 85 بالمئة من توقعاتها تحققت اثنين من توقعاتها لسنة 2022 تحققت هس اكيد اجاب بالكم عبدالخالق لحظة شنو توقعاتها بسنة 2022 يعني هاي السنة اللي فعلا تحققت التوقع الاول هو حدوث فياضانات بقارة استراليا والتوقع الثاني هو انتشار الجفاف ونقص المياه اثنين اتنذن توقعتهم بابو فانجل وفعلا صارا صراحة هاي التوقعات وهي النسبة مع النجاح توقعاتها فعلا مخيفة وتخلي الواحد يشكك بكلامها اما الان فخلي نجي على توقع العرافة العمياء بابو فانجل العراق طبعا توقعاتها رح اقراها لكم بالحرف الواحد وانتو الشاهدون والسمعون وتحكمون بانفسكم تقول العرافة العمياء بابو فانجل بشأن العراق يعني العراق رح يتخلص من كل الطوائف اللي تسعى لنشر الفساد داخله كما وسيستعيد العراق امجاده وستعود العراق قوية كما كانت عليهم في الجوانب الاقتصادية والعلمية هذا هو توقع العرافة العمياء للاشياء اللي رح تصير بالعراق خلال سنة 2023 واللي على رأيسه انه رح يتخلص من كل انواع الفساد هل هذا التوقع صحيح ام غلط؟ الله اعلم بالنتيجانه مجرد ناقل الاشياء اللي توقعتها بابو فانجل طبعا هي توقعت ما فقط للعراق وانما لكل الدول حتى الدول العربية من ضمنها السعودية وسوريا ومصر وغيرها ومن ضمن هاي التوقعات هي توقعها بخصوص دولة العراق المهم يا اصدقاء الهنا نكون وصلنا نهاية الفيديو اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وكذلك تابعونا على انستغرام أخوكم عبدالخالق سلام شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة